طبعاً نستكمل أخبارنا النهاردة ويمكن الخبر اللي معنا طبعاً اللي يمكن أحزن العديد والملايين طبعاً من الشعب المصري بخصوص اللاعب أحمد رفعت يمكن طبعاً طبيب أحمد رفعت يمكن صرح وقال إن القلب استعاد كفاقته وننتظر طبعاً تحسن الكلة والرئة يمكن كشف الدكتور عمر عثمان استشاري القلب وطبيب المشرف على حالة اللاعب أحمد رفعت لعب Modern Future تطورات الأخيرة لحالة اللاعب بعد إجراء الغسيل الكلوي يمكن طبعاً قال وصرح إن القلب والكلة والمخ والرئة يمكن طبعاً تأثره بشكل كبير جداً بانقطاع الدورة الدموية لمدة ساعتين بعد الحادة طبعاً لتعرض لها أحمد رفعت في الملعب وطبعاً يمكن شفنا المشهد ده كلنا ويمكن أضاف كمان الدكتور يمكن القلب تعافى منذ 48 ساعة ووضح أو يمكن تحسن بوضع جيد جداً وكفاءته في تحسن مستمر ووجوده على جهاز التنفس الصناعي في الوقت الحالي يمكن كمان ده منح اللاعب يمكن مهدئات وقياس درجة الوعي بشكل منتظم لم تشهد خلال ذلك وجود أي دلالة على ارتفاع ضغط الدم أو وجود جلطات وكمان وضح أنه مازال هناك ممكن من ناحية الرئة والكلة وذلك لا يمكن اطمئنان الجماهير بشكل كامير على أحمد رفعت من قبل أول اطمئنان على وضع الحالي للكلة والرئة وكمان يمكن قال الاعتماد على الجهاز الغسيل الكلوي من أجل مساعدة الكلة على العمل خاصة أنه القلب طبعاً يوصل إليه الدم بشكل جيد في الوقت الحالي والآن الغسيل الكلوي لم ينتهي بشكل كامل واتخاذ قراراً يمكن طبعاً من كذا يوم من هو ملح الكلة فرصة للعمل بشكل جيد والحكم على طبعاً يمكن كفائتها ومساعدتها بجلسة إضافية وقيام بغسيل الكلوي مرة كل 48 ساعة حتى لا تتعرض للإجهاد لأن طبعاً فترة الإجهاد بالنسبة للعضو وقد يؤدي إلا طبعاً أنه يفقد عمله بشكل نهائي وكمان ضاف الطبيب أن عودة أحمد رفعت للملعب بعد تعافية تطلب طبعاً خضوع ولفحوصات طبية عديدة لتحديد أو للتعرف طبعاً على سبب ذلك الحادثة ويمكن طبعاً هي كانت مقرد حادثة طريقة أو هناك سبباً آخر طبعاً يمكن ده الخبر اللي كلنا يعني أيضاً سلامة طبعاً كابتن أحمد رفعت نتمنى له الشفاء العاجل بصرف النظر يعني قصة العودة للملعب من عدمه دي قصة تانية نتمنى له بس يقوم بالسلامة وكل أهل وناسه وحبيبه وأصحابه يتطمنوا عليه ومصر كلها الحقيقة بتدعيله فالأيام المفترجة اللي احنا فيها دي نتمنى له السلامة فيه أوقات كتير جداً بتبقى حالات صعبة على العقل البشر إنه يستوعبها فيه حاجات بتبقى القدرة اللي هي فيها هي كلمة السر يعني مش عايزة أدي أمثلة لحالات مشابهة يمكن تختلف من ناحية الإكلينيكية الطبية لكن بفتكر أريك عبيدال بفتكر أريكسن يعني فيه حالات بتحصل كده حالات طبعاً هو قضاء وقدر ولكن خلينا دايماً عن دي كل مشكلة الحقيقة لازم نستفيد من المشكلة دي يعني كل دعواتنا ودعوات أعتقد كل المصريين من ساعة هذه السقطة يعني اللي أخدت قلوبنا الحقيقة بندعو إن شاء الله لأحمد رفعت أن يرجع لأسرته بألف سلامة لكن الدروس المستفادة بقى أن احنا يعني أنا مش عارف لغاية دلوقتي هل فيه ريبورت بيتقدم على مستوى الليقاء البدنية على مستوى الكشفات الطبية مع كل لكل لعيب مشترك في الدور المصري إحنا لما كنت في ألمانيا كان دايماً عندنا بنعمل قياسات طبية على أعلى مستوى وعلى كافة الأجهزة في بداية الموسم وفي نص الموسم بيقدم ريبورت وده من الحاجات الأساسية اللي أنت بتاخد بها اللايسنز اللي أنك تلعب كمحترف فهل ده موجود؟ هل فيه دوات موجود في اتحاد القرى أن يكون فيه شكل رسمي من كل نادي أنا بعرفه أنه ساعة التعاقد بس لا ساعة التعاقد ده الكشف الطبي لكن أنا بتكلم كل لعيب لازم إحنا مع بداية فترة الأدات بنعمل كشف طبي كامل يعمل ده سنة بداية المسيزن مش ده اللي فات كان فيه قياسات طبية ومصمة ومصمة لكن على مستوى البطولات الرسمية لازم بيكون كل ده بيتسلم لاتحاد القرى وفيه أبروفل من طبيب متخصص أن كل الكلام ده تم بسلامة ضمانا لسلامة اللعب وارد أن يحصل حاجة في الملعب وإحنا شفنا في الملعب الأوروبية حوادث كتير ولكن ده دايما بتعلمنا هل إحنا وغدين الخطوة دي ولو مش وغدين هيبقى لازم ناخدها لأن الحقيقة يعني إحنا بنلعب رياضة ولكن صحة طبعا اللعبين هي الأهم الأهم بشكل كبير نتمنى له السلامة إن شاء الله بإذن الله أزم متعدي على خير وربنا يطمين على كابتن أحمد رفعت ويرجع بالسلامة إن شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة